موسيقى موسيقى واحدة من بين الاثار المهمة جدا اللي بنقف عندها في معبة فيلة بوابة هادريان هادريان او الامبراطور تصور في مناظره بلحية واو الامبراطور زار مصر السياحة الماثورة دي فيها حاجة من الموضوعات المهمة جدا زي ما قلت لحضراتكم فيها مناظر ليه الاباتون انتقال اوزير التقديمات اللي بيقوم بها بيقوم بها الامبراطور هادريان لالهة من خلال تنتطير والقربين وغيرها ومن خلال كمان ميلاد حرص على او الخروج من الاحراش ثم المنظر الشهير جدا او المنظرين الشهيرين الاول منهم اللي بيمثل بعد منظر التقديم لازيس وحطحور اللي موجودين عندي على ربة الاقليم وربة الجزيرة وربة المعبد المنظر اللي بيمثل عندي الملك وهو بيحرق القربين وبيقدمها وبيقدم الشعار امام الالهة لكن زي ما بقول لحضراتكم عندي مناظر مهمة جدا في الصالة دي الاول منها المنظر اللي بيمثل الميلاد بتاع اوزير والخروج من الاحراش والعودة للحياة لهاية السقر مع ماندوليس موجود عندي هنا الالهة ازيس ونفتيس موجود عندي المنظر والخروج بتاع الاله حرص من الاحراش ثم المنظر التاني الاشهر اللي بيمثل عندي واحد من ارواع المنظر اله النيل في صخور فيلة الكهنة بيقولوا الكهنة خنوم ازا كنت انتوا يا ابتاء خنوم بتقولوا ان من ايام زوصر المي عشان تيجي لازم خنوم يبقى راضي فاحنا بنقول لكم ان النيل نفسه ما بيطلعش غير من صخور فيلة والجحوتي بيكتب النص الكامل للتشييد والميلاد مرة تانية والعودة الى الحياة بجانبه بنجد النص الهيروغليف اللي ظاهر قدامنا ده واللي بيمثل كتابات من الكهنة ونشر وغريفس وقال انه واحد من ربعمائة وخمسين نص كانوا موجودين نص بيقرق باربعة وعشرين اغسطس تلتمية اربعة وتسعين ميلاديا وهو اخر نص هيروغليفي مكتوب عندي اخر نص موجود عندي واده بعديه النص الديموتيقي اللي هو اخر النصوص الديموتيقية اللي كان واحد من ربعمائة وستين منظر ربعمائة وخمسين نص ديموتيقي بالمناسبة كان فيه كمان مية وخمسين نص يوناني موجودين عندي في المعبد مقصورة هدريان هي واحدة زي ما قلت لحضراتكم من اهم المقاصير لان كمان فيها المنظر الجميل اللي فيه بجانب التقديمات اللي بتتم للثالوس او للالهة الكبرى او للمعبودات وهدريان بيوضح نفسه انه جاي لمصر بغرض السياحة وارضاء الالهة كمان بيصور عندي المنظر الشهير اللي قدامنا سخور فيلة وخروج التمساح يحمل جسد اوزير الى الاباتون والعالم الاخر من مقصورة هدريان ندخل على النووس طبعا خلوا بالحضراتكم في حاجات احنا لسه جوا المعبد هنشيل لها في نهاية الفيديو ده ان شاء الله قدل نووس والمقاصير بتاعته لو بصلاحكم العدد المقاصير الكتير اللي موجودة حول النووس وكل مناظرها تتعلق بفطرة حكم بطلة ميوز 6 وبطلة ميوز 8 وهم في مناظر التقديمات الخاصة بالالهة واحيانا بيظهر بطلة ميوز 8 في منظر من مناظر الحلوة اللي ان شاء الله قرأي لما نعمل كومومبو مع بعض نشوف كيلو بطرة 2 وكيلو بطرة 3 وهما وافين معها هنا الملك بيقدم الفازات امام قالي له ايزيس ممثل المنظر في واحدة من النوويس سيفين الزخرافة اللي فوق دي زخرافة دي اسمها زخرافة الخكر زخرافة من الزخارف المهمة جدا عند المصري القديم اللي ظهرت لأول مرة عندي في مجموعة الملك زوسر الجنازية لو انتوا فاكينا ما شرحناها في سقر من هنا بوصل ليه كدس الاقداس الخاص بالمعبد العتب دايما بيكون مناظر حميمية للملك معها الالهة النصوص الخارجية في الجزء الخارجي من او ظهر المقاصير من الخارج بتمثل عندي مناظر اغلبها بيكون ليتيبيريوس وقبليه اغسطس خدس الاقداس بالتلات مقاصير بتوعب المناظر المدخل كلها بطلا ميوس 6 وبطلا ميوس 8 مع ايزيس ومع حطحور النووس الاوسط من عهد الاسرة 30 بالمدبح او الالتر بتاعه المناظر شهيرة جدا في كل الجدران ولكن مناظر تقليدية تقديمات المعتادة يعني هناخد منها مجموعة نمازج مش هنحاول ان احنا نوقف لان كل منظر فيها يعني هنا هلايه بطلا ميوس 6 وقب بيقدم القرابينو بيقدم الفازات امام الاله عنقط ربت الشلال مع ساتت وخنوم هنا مع الاله موت عرفت منين انها موت كده وانا واقف من غير مول حاجة لما تبقى اله وقفة على راسها الدبل كراون تبقى موت الستة الوحيدة اللي تاخد تاج مزدوج على راسها تقدمت النفريت بقات او تقدمت الزيوت الاربعة لايزيس وحطحور تقدمت اناء النوع امام حطحور وايزيس تقدمت وحر او تطهير القرابين امام ايزيس وموت وحطحور خلفها ثم الملك بيقدم هيئة ابو الهول امام الاله ايزيس ورد حكاوو سيدة السحر ورد بيرت لو شايفين الاسم قدامها هيبقى ورد بيرك الجزء الخارجي من المعبد هيبقى عليه مناظر خاصة قبل بقى ما احنا اخد المقاصير كلها ونمشي معها واحدة واحدة عليه المناظر زي ما قلت لحضراتكم ما بين اوغسطس وتيباريوس ومناظر كلها خاصة بالاباطرة والالهة المختلفة لا سيما الثالوس بتاع فيلا ايزيس واؤزوريس وحرس ابن ايزيس اللي بيمثل في اكمال الثالوس العتب العلوي الكورنيش المصري الفتحات دي هل كانت فتحات لتثبيت شيء ولا كانت فتحات مرتبطة به الميازيب بتاعة المعبد وكانت لها شكل معين او لها وصيلة تصريف معين خاصة مع افتتاح سطح المعبد كان ممكن انها تمثلي اجزاء كتيرة هنا هللاقي الملك وايف كأنه بيدرب برضو الاعداء وبيتلقى صف الانتصار كأن الجزء الخارجي بيحاول من خلاله ان يكون صرح للمقاص هنبدأ دلوقتي نخش على المقاصر الخارجية واهمها على الاطلاق بين يوبينكو مقصورة حتحور حتحور المقصورة الموسيقية كبه صفة حتحور ربة الموسيقى العظيمة المقصورة قد المدخل بتاع المقصورة والجزء الداخلي منها المقصورة طبعا ما بين بطلميوز 6 وبطلميوز 8 وبتمتد لحد عهد الامبراطور اغسطس من 30 قبل الميلاد الاربعتاشر ميلاديا منظر اللي لها بس واحد من اجمل وابدع المناظر شيكاغه لما كتب كتابه في 3 اجزاء عن بس اشتغل على المنظر ده كان من اجمل المناظر مناظر الداخلية بشوف عليها منظر على المين والشمال على عميدة فوق هتلاقي علامة الحح علامة ملايين السنين ثم المناظر اللي في المنتصف اللي فوق كشاف الكهرباء كده هتلاقي فيها مناظر التقدمات اللي بيقوم بها الملك هتلاقي تحديدك هنا الخرطوش الفاضي برضو اللي مرتبط زي ما شرحنا قبل كده اكتر من مرة ليه الخرطوش بيبقى فاضي وارتباطه ببعض المراحل هنا موجود الامبراطور وبيقدم الملك وبيقدم القلادة واحيانا بيقدم باقات الظهور امام الالهة تقدمت القلادة تقدمت علامة الشن وبعد اللي هو التاج بتاعه بيقدم فستين النوع قدام الاله الموجود عندي بيقدم كمان اناقين الارتت اناقين اللبن المنظر بعد كده بيكمش مال معايا عشان يقدم القرابين المختلفة السيلة بكل اشكالها امام حطحور ربط المعبد ادي الفلوت محمود عفت بتاع معبت حطحور مازف الدف المازيك بيجي تاني بالهاية بتاعته على الجانك او حاجة زي الجيتار بعد كده بندخل نشوف منظر تاني البس منظر العازفين حطحور الارت اللي بيعزف على مايوش العود او الجيتار لعمدها الحطحورية والافاريز بتاعته بالشكل الرائع اللي موجود معايا للمعبودة والتقديمات الخاصة بيها على بقية الجدران بعد كده بدخل على الجانب الجنوبي من المعبد في المناظر الخارجية بشوف في المناظر برضو المفروض انها كانت مزينة بمناظر على كل الاحوال الطبيعي بلاي عليها مناظر التقديمات تقديمت ابو الهول وتقديمت العطور امام راحه راختي وامام الالهة ايزيس المنظر اللي بعد كده بيورين الملك وهو بيقدم القرابين على البوابة وبعدين بنيجي لمقصورة تراجان كشك تراجان او مقصورة ايزيس اللي اتعملت بيسموها لأهالي ناك سرير فرعونة او كشك تراجان هي غير مكتملة مناظرها اربعتاشر عمود وواضح انها كان حتمتلق بالمناظر الليها تراجان كان من الزكاء انه اراض انه يرضي كهنة ايزيس في فيلة فعمل لهم المعبد ده بهذا الشكل اللي يكون معبد من ارقى المعابد اللي ممكن الرجوع اليها ولكن بكل اسف لم يكتمل الا من مناظر الايلة زي اللي احنا شايفينها هنا السكرينوال براءة او الحوايط الخارجية عليها مجموعة من المناظر كلها للامبراطور مع ايزيس بيتبقى لنا في المعبد نقطة سغيرين اوي النقطة الاولى الميناء وكوس النصري الشهير اللي عملوا الامبراطور ديكليديانو كوس النصري ده معروف ان دايما لما بعده يبقى المفهود انه هيبقى فوقيه حاجة تانية بتمثل القوة الميناء والرصيف ومعبد امحطب في معصولة مندوليس دي ملزوقة مع بوابة بطلاميوس لكن مهدمة تماما في الجلد الخارجي ممكن احنا بلناه هنا الميناء وانا نازل على خارج المعبد الكافيتيري يشمالك بقى دلوقتي شطوها تشرب حاجة المسيحية المسيحية والهيكل المسيحي الموجود والصلبان الكثيرة التي كانت موجودة ويبدو ان دا كان احد الاماكن اللي هرب اليها الكثير من اخواتنا المسيحيين واقاموا فيها ما يشبه الكنيسة تحية لحضراتكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم عن معبد كومومبو